محمد النني صحيحي مع النادي الاهلي الفترة اللي جاية حديداً في كاسة عامل قندية؟ بص المعلومة دي اتقلت من ثلاثة أسابيع واتنفت وفي جعنا مبارح لقينا برضو أكتر من تقريب بيتكلم فيها تواصلت تاني مع مسؤولي في النادي الاهلي مفيش أي مفاوضات مع محمد النني مفيش أي اتصالات والقاسب برضو اتكتب ان النني عابد نفسه عن نادي الاهلي وانه هو اتكلم حد في لجنة التخطيط المعلومة اللي عندي مفيش أي حق خالص انني مكمل برضا ومش حيفجع نادي الاهلي دلوقتي خالص كندوسي رجع؟ الكندوسي الاخر كلام برضو من جوة النادي الاهلي ان مفصل كلها في طلب تأجيل حسم الكندوسي لنهاية المسؤول اللي هو ما لسه عندي وقت ولسه محتاج اشوف قيمة الاجانب هتبقى ماشي ازاي ولكن الكندوسي عنده ضغبة في حالة لو هو مش حيفجع الاهلي انه هو يكون خارج دوري المصري دوري المصري طبع نهاي عنده اكتر من عفض هم شغالين دلوقتي على حيط ان هم يجيبوا له عفض في احد الاندية الاوروبية ما كانش كده يبقى فيه احد الاندية الخليجية عظيم زين دي بلعيد للصفقة ما نجحتش ما نجحتش عشان براجل عنده رغبة انه يلعب في الدوري البلجيك منتهى البساطة لانه كان عنده عفض مالي اعلى من اللي كان متقدم النادي الاهلي في الدوري السعودي واللعيب يفضل وتمسك انه يكون موجود في الدوري البلجيك وعايز اقول لك على معلومة وضع عشان قصة الكندوسي وتقال ان الكندوسي تدخل عشان خاطر ما يجيش الكلام ده مش صح تماما عايز اقول لك الكندوسي كان يعني بيضغط على زين الدين بالعيد انه لازم يكون موجود معا في الاهلي وانهما السنة الجاية الكندوسي راجع وانهم اللتين يبقوا موجودين في جوة النادي الاهلي وهياخدوا وشاءهم اللتين يقعدوا فيها مع بعض ويستقروا جوة القاهبة فالقصة اللي قالت الكندوسي قاله لأ او ما الجيش ومغسل كلها بيتعامل بشكل مش كويس كل الكلام ده كله محسنش انا اسألك سؤال حساس شوية بس هو سير يعني امير توفيق له علاقة بفشل صفقة بالعيد وهقول شهادة يعني انا عرف امير توفيق من زمان وعارف قدية وشخصية محترمة جدا وراجل مهني جدا ويعرف شغله كويس جدا بس مهم ما اسمع منك رد في بخصوص هذا الأمر انا هقول لك كلمة واحدة بس امير توفيق شبعا حال ودي بس اكتصار حال